بسم الله الرحمن الرحيم تحقن فهمك 4 أوجد مساحة متوازن الأضلاء الذي فيه المتجه U والمتجه V قلعان متجاوعة أول خطوة اللي يحل هذا السؤال نوجد U انظر V وهذا يساوي نظر I, J, K أناصر المتجه U عبارة عن سالب 6 سالب 2 3 والV عبارة عن 4 3 1 طبعا هنا موجب سالب موجب هذا يساوي نوجد I الآن نشطب صف I مع عمود I يبقى سالب 2 3 3 1 ناقص J ويبقى إذا شطبنا صف J مع عمود J يبقى سالب 6 4 3 1 وأخيرا الكي نشطب صف الكي مع عمود الكي يبقى سالب 6 سالب 2 4 3 هذا يساوي تنزل I سالب 2 في 1 سالب 2 ناقص 3 3 9 ناقص ناقص 1 1 سالب 6 سالب 6 ناقص 4 3 4 3 12 زائد K سالب 6 3 سالب 18 ناقص 4 سالب 2 سالب 8 سالب ما سالب موجب إذن موجب 8 هذا يساوي I تنزل أو قبل I سالب 2 ناقص 9 سالب 11 I ناقص سالب 6 ناقص 12 سالب 18 سالب مع سالب موجب إذن موجب 18 J زائد سالب 18 سالب 18 زائد 8 سالب 10 K إذن نوجد النقطة الآن وهي سالب 11 18 سالب 10 الخطوة الثانية نوجد طول U ضرب V إذن نأخذ الجذر للجميع نبدأ من رب العنصر الأول الثاني الثالث إذن سالب 11 تربيع زائد 18 تربيع زائد سالب 10 تربيع هذا يساوي سالب 11 تربيع 121 زائد 18 تربيع 324 زائد 10 تربيع اللي هو 100 إذن جمعناهم راح يطلع الناتج 500 45 إذن جذر 545 تقريب 23 35 إذن مساحة متوازن الأضراع لهذه الظلعين الوليو والفي هي 23 35 وحدة مربع ترجمة نانسي قنقر